أهلاً وسهلاً بحضراتكم يا مرأة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيش إزاي كابتن محمد حبيب إسلام الحمد لله الحمد لله السيناريو اللي كلنا كنا نتمنى نتمنى أنه يحصل حصل أصبحت الأمور مرة أخرى في يدنا دي الأهل الحمد لله طبعاً يعني مكسب ومكسب الحمد لله كبير كمان بأداء كويس بغض النظر عن يعني مستوى الفريق القطن أنا عايز أجعلك في النقطة دي تحديداً بس بعد ما تكمل كلامك لأنه يعني إيه بغض النظر ماهو إحنا كلنا بنقول هذا الكلام لأنه لكن يعني إيه بغض النظر أن فريق القطن الكاميروني فريق ضعيف فريق القطن بلعب الأرض أو يعني أقل فنية بلعب الأرض متحفز وزي ما قلنا كان عايز يعمل أي نتيجة يخرج بها من البطولة يعني مع فريق كبير زي النادي الأهلي كان ممكن برضو لو النادي الأهلي أدى المباراة بشكل مش تمام ممكن كانت النتيجة تبقى مختلفة وارد ديكورة يعني إنما زي ما قلنا للعيبة التركيز الكبير قوي في المباراة وإنسى خالص الطرفين التانين سانداونز والهلال تفكرش خالص في المباراة اللي بعد كده اللي بعدها بيوم انتركز في أدائك استعيد السقة بتاعتك أنت كمستوىك كلعيب على مستوى طبعاً اللعيب على مستوى الفريق ككل يعني لعب طبعاً جماعي الحمد لله أداء رجولي من اللعيبة كلها ما بخلتش بأي حاجة احترموا كمان المنافس يعني برضو احترموا المنافس كويس قوي عشان كده من البداية يعني كانوا ضغطيين وعملوا مباراة كويسة وما تقدرش تقول بقى مين كويس ومين كان كل لعبك الحقيقة كويسة على قد المسؤولية نتيجة كويسة ربنا زي ما قلنا بيكافئ دايماً المجتهد الحمد لله السيناريو في المباراة اللي هي تاني يوم طبعاً يعني الحمد لله كان رجع النادي الأهلي وبقت الكرة في رجلين لعبة النادي الأهلي وعندهم بقى المباراة طبعاً الأخيرة مع الهلال على أرضنا هنا في مصر إن شاء الله بإذن الله تبقى مباراة قوية والنادي الأهلي يعدي إن شاء الله للدور اللي بعده يعني مرة أخرى أصبحت الكرة في ملعب النادي الأهلي في ظل مباراة تبدو أو مش تبدو هي في الحقيقة مباراة صعبة جداً 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 الضافع موجود عند الفريتين يعني المباراة قوية جداً جداً النادي الأهلي خسران للمباراة الأولانية وإمكان دي كانت يعني عملت أزمة للنادي الأهلي خلال المباراة اللي بعد كده فيه دور المجموعات مباراة على أرضنا إن شاء الله بإذن الله تبقى يعني مباراة كويسة للنادي الأهلي زي ما قلنا برضو نفس الحماس بس فيه نقطة مهمة قوية مش عايزين برضو الحماس يزيد عن اللازم ايوه احنا عايزين بالضبط انا عايز التلاتة بونت عايز مكسب عايز اداء كمان على فرقة الهلال زي ما لخبطت لنا الدنيا في الاول في البداية لا احنا ان شاء الله هنختم بيها ان شاء الله مباراة قوية ومكسب ان شاء الله كويس العيبة برضو زي ما بقول يبقى فيه تركيز كبير جدا جدا في الملعب هي في الاخر مباراة كرة قدم بين فرقتين نادي الاهل بالعب على ارضه ان شاء الله يبقى فوسط الجمهور الكبير اللي بتمنى يعني انا يعني بتمنى حت الجمهور ده بقى يبقى مل الملعب باسلام يعني زي ما احنا يعني في البطولات الكبيرة وفي الحاجات اللي بننظامها بنفتح الاستياد ويبقى فيه عداد كبيرة اللي لا ان نادي الاهل يبقاش جمهوره كبير في الملعب هيفرق كتير جدا مع اللعيبة هيفرق كتير جدا مع النادي الاهل في المباراة دي لان المباراة دي فاصلة لتكملة ان شاء الله المشوار بتدي اللعيبة حماس كبير الاعداد الزهني والنفسي لغاية المباراة اللي هي الجمعة اللي بعد الجاية يعني الفترة دي كلها عندنا وقت كويس يبقى فيه اعداد نفسي كويس للمباراة دي زي ما قلت عيبة التركيز على مبقاش فيه فرط حماس لان فرط الحماس بيخرجك عن شعورك ما تنسقش وراء اي استفزازات اي كلام بيتقال طبعا قبل المباراة انت كل همك في مكانك وبعدين الفرة انت لعبتها لسه من قريب يعني شفتها ولعبت قدامها والجهاز الفني شاف الفريق وشاف الافراد بتاعته يحط الخطة المناسبة واللعيبة اللي تلائم والخطة اللي تلائم هذه المباراة مع تركيز اللعيبة مع اللعيبة كبيرة برضو زي ما قلنا المباراة اللي فاتت بتتكلم من دلوقتي كل الناس تركز ما فيش طبعا مباراة خلال الفترة اللي جاة دي محلية باستثناء طبعا المباراة اللي لسه احنا مش عارفينها في كاس الرابطة انما هدفنا دلوقتي في المرحلة دي هو مباراة الهلال للصعود لتكملة المشوار بعد كده بقى فيه ان شاء الله كلام تاني وفيه ترتيبات تاني ووضع تاني يعني بتخش المرحلة اقصائية فرايح جاي فليها شغل تاني ووضع تاني يعني هو الفرق يا كابتن معلش مرضو الناس محتاجة او جمهور ندلقال محتاج يعرف الفرق غصبا عن عين اللعيبة وهو داخل دوري مجموعات بيبقى تحصيل نقاط فبيبقى النهاردة انت ما حصلش نصيب في المطش في بعض التخازن من بعض اللعيبة فقدت نقطة بتبتدي عندي كذا بيبقى لها حسابات انما دي ما لهاش حسابات دي مباراة رايح جاي فش حاجة كمان مباراة الاولين على ارضي او التانية على ارضي لا المباراة على ارضي زي المباراة برا فيها تركيز كبير جدا جدا نتيجة واداء حرصك الشديد في المباراة دي ان انت ما تخلش فيك اهداف لان دوري المجموعات الاهداف لها طريقة لعبة مختلفة تبقاش اول اهداف لها حسابات زي المباراة اللي هي الاقصائية رايح جاي فدي بتختلف طبعا عنها وهو تركيز هو منافس واحد قدامك ما بتبقاش انت مشتت ما بين المباراة الاولين ها بالهلال وبعدين ساندونز عندي وبعدين القطن وبعدين القطن يعني فيها شوية يعني تشتيت شوية في المباراة دي مباراة قدام منافس واحد رايح جاي فهو القصة دي يعني مختلفة شوية مش عايزين نيجي ليها قال لما نعدي ان شاء الله بإذن الله المباراة القادمة بتاعت الهلال انا اتمنى ان شاء الله بإذن الله يكون اداء ونتيجة كمان يعني اه احنا عايزين نعدي الدور اللي بعده بس برضو الاداء مطلوب في المباراة دي على ارضك تطمئن على فرقتك عشان اللي جاي ان شاء الله يبقى اصعب يعني دائما القدم بيكون اصعب يعني من خلال تواجد الفرق الكبيرة جدا خلال الجزء الاخر من بطولة افريقيا كابتن بما اننا بنكلم عن البطولة الافريقية من وجهة نظرك كيف ترى البطولة الافريقية ومستوى دوري البطولة الافريقية حتى الان يعني انا شايف ان فيه المجموعات يعني يقول اه طبعا طبعا شايف ان فيه فرق كويسة فيه البطولة شايفين مثلا فرقة الترجم طبعا بتاريخه وببطولاته فيه فرق كمان يعني ظهرت مفاجأة زي بلوزداد طبعا لقابل نادي الزمالك يكسب نادي الزمالك رايح جاي طبعا يعني فريق له وزنه وله ثقله فيه فرق كمان بتظهر يعني بعد دور المجموعات يعني فيه الناس بتبتدي بمستويات فيه دور المجموعات وبعد كده بتبتدي المستويات تتحسن لان زي ما قلنا انت بتبتدي بتعمل بقى المصفة بتشتغل بيطلع احسن اتنينات فيه المجموعة والمجموعة وكده فبتقابل فرق يعني عندها تاريخ فرق خلي بالك فرقة التانية برضه يعني معظم الفرق دلوقتي عندها طموح كبير انها توصل زي النادي الاهلي اللي وصل اكتر من مرة لنهائي البطولة وفاز بالبطولة وراح كاس عالم الاندية وطبعا كل الناس بتبص وكل الفرق بتبص وكل عيبة بتبص انها لها طموح انها توصل كاس عالم الاندية وتعمل زي النادي الاهلي وتبقى توصل للعالمية من خير من خلال حاجة زي كده فالصعوبة هتبتدي طبعا من الادوار بعد كده الصعوبة الاقصى يعني الاقصى طبعا لانه الحقيقة البطولات او المجموعات كلها فيها فرق قوية جدا سواء وداد وراجة من المغرب طبعا تراجي من تونس شباب بلوزداد من الجزائر سانداون سانداون طبعا من غروب افريقيا دي اعتقد ان دي الفرق اللي تأكد صعودها للدور القادم لسه بعض الفرق بقى عندنا يعني ما بين الاهلي والهلال في مجموعتنا بقية المجموعات لسه لم تنتهي يعني يجبقى عن المفاجآت اللي ممكن تحصل بقى يطلع لك فريق كده برضو ماشي بالراحة ما تعملش حسابه خالص الفرق دي مثلا بتكمل وبيزيد طموحها او لو عدت دور المجموعات بتلاقي الفرق دي طبعا وصلت ممكن تكون تاني مرة في حياتها توصل او تالت مرة فبتبقى عندها طموح وامل وحتة المباراة ومباراة على ارضها وعلى الجسم يعني ممكن تلاقي الطموحات زيدة جدا جدا والناس بتتشبس بالامل انها توصل طبعا لقبل النهائي والنهائي وزي ما بقولك توصل لكاس عالم للانديا لان يعني النادي الاهلي دلوقتي الحمد لله بقى قسم مشترك في كاس عالم للانديا خلال الفترات الكبيرة جدا وتاريخ النادي الاهلي وزهور النادي الاهلي بمظهر مشارف افريقيا وحنا شفنا في المطشي الأخير في الكاميرون من النادي الاهلي راح كم من ناس اللي مشتقين ان هم شوفوا النادي الاهلي من أول ما الطائرة وصلت لأرض المطار بيستقبلوا اللعيبة منافس يعني احنا منافس للفرقة ورحين نلعب مباراة معهم وهم عايزين يعني مبسوطين وعايزين يتفرجوا على المباراة بغض النظر ان هما ملهمش اي امل كان في المباراة انما هما يعني مش بساديين نادي الاهلي طبعا جاي عندهم وبالعب المباراة لعيبة كبيرة وصلت للعالمية كان بتلعب مع ريال مدريد ومع الاسماء الكبيرة فكل طبعا لعيبة افريقيا تطمح في حاجة زي كده لانها تعمل برضو تسويق لها طبعا اكبر تسويق للفرق اللي زي دي هي صعودها للأدوار النهائية وصعودها للنهاء البطولة وانها تروح خسر العالم كل ده تسويق للعيبة فكل العيب بيفكروا الحقيقة دلوقتي الفرق بقت بالدعم بالعيبة كتير والعيبة كويسة زي الهلال مثلا عنده تدعمات كتيرة من دول مجاورة ابتدى يفكروا عنده طموح وعنده وعنده وزي بقولك يا شباب بالوزداد شايف فرق كويسة وعندهم برضو تدعمات كله دلوقتي بقى استثمارات كتيرة ودخلة في الموضوع وعارفين كمان ان البطولات دي بقت يعني مكاسبها كتير مكاسبها التسويقية كمان كبير على مستوى طبعا مجالس الإدارات والأندية عندهم طموحات كتيرة جدا لأنها كله بيتعلم أسلام النادي الأهلي وكله بيفكر زي النادي الأهلي بيعمل ايه زي ما انت قلت من شوية مثلا النادي الأهلي بيخطط ازاي المباراة اللي فاتت لما كان في سانداونز وان الطيارة وازاي ان انا قاعد يوم زيادة عشان اريح اللعيبة وبعدين اطلع بالطيارة الخاصة كل ده ما كانش هتحقق لو معكش طيارة خاصة ممكن بقى الاجهاد يبقى عامل ازاي تخيل انت ألعب ازاي تقريبا في القاهرة وترجع على طول طيب هي المباراة يعني يبقى فيه بقى انها بكلم على اجهاد وبنتكلم على جوة صعبة والكاميرا تقالي سبع ساعات من القاهرة يعني ما بقتش افريقيا مش زي اوروبا ان انت ساعة ونص تبقى في بلد اوروبية تانية اجابت معلش عشان برضو بما اننا بنتكلم عن هذه الامور وانا هنتقل مع حضرتك لموضوع رؤية كأسة الربطة لانه موضوع بالنسبة لي مهم ومحير في نفس الوقت اولا هي بطولة ليست اجبالية ولا اجبالية انا الحياة مش فاهم لانه الموجود هو سطر في لائحة اتحاد كرة القدم وبالتالي طب هل انا بشتغل على لائحة اتحاد كرة القدم على لائحة الدوري العام قصدي ولا ايه اللايحة احنا الغد دلوقتي مش عارفين لان هي بطولة حديث يعني انا جبت لايحة بتاعت الاتحاد كرة مفيش معرفش هل بعتوا بقى الاندية مثلا لايحة للربطة انا ما اسمعتش لايحة للربطة الحقيقة وهي طبعا بطولة كاس الربطة يعني اه بطولة وليدة لسه السنة اللي فاتت حاجة مستحدثة فكان لازم الناس تعرف عنها كتير والبند مثلا لو كان فيه بند من البنود انه بيقول انه لو فيه لعيبة للمنتخب هل ده يأفي النادي ان هو او يأجل لنادي مبارياته لو هو مشترك مع المنتخب في مهمة قومية بدون اللاعبين الدوليين بدون اللاعب الدوليين يعني دي حاجة مهمة قوي بس مش محددين عدد لازم يحدد برضو عدد وده المستند عليه هو كذلك لان انا مش معقولة هأجل لنادي عنده مثلا لعيب واحد بس مهو ماش مفيش برضو يا كابتن ما تزعلش خلنا نتكلم تمام وانا دايما هاخد عكسك هتقول المساواة يعني نعم هتقول المساواة يعني هقول لأ المساواة في اللعب المباريات تمام عندي 14 لعيب سبع منتخب اول ثلاثة منتخبات مختلفة المحترفين ثم اربعة مع المنتخب الأولمبي تمام عندي ادي 14 وعندي ثلاثة اربعة مصابين دخلنا في عشرين لعيب طيب انا هلعب ازاي نجيب حاجة بالعضاء النادي بقى نشوف حد فيهم بيعرف لا بقولك طيب الناشئين طيب انا هون عندي مجموعة موجودة في المنتخب وفي الاخر انا بلعب باسم النادي القلي طبعا هي لازم زي ما انت بتقول تحدد لها لايحة وتبقى فيها لها ضوابط وفيها ظروف يعني لازم اي لايحة لازم تحط فيها كل الظروف اللي ممكن تبقى موجودة يعني لازم بقى فيها موجودة ما نعودش ايه نفكر حتة بحتة لو الفريق الفلاني عنده مثلا كذا العيب طب نعمل ايه طب اتنين زي عشرة ولا يمشوا زي بعض لازم بيبقى متحدد لها لان كمان خلي بالك ان في اندية اه متخد منها العيبة منتخب بس هي غير مشتركة في بطولات تانية افريقية ولا اي حاجة فالناس يعني مريحة غير ان فرقة دوري المجموعات ده قاسي جدا جدا بالنسبة لأي فريق لسه بنتكلم على صفر ده والظروف اللي حصلت مع النادي الاهدي والظروف اللي حصلت يعني طب انت وعين خلي بالك ده انت عندك كمان مباراة متحملة من الموسم اللي فات زي الكاس زي كاس مصر بتاع السنة اللي فاتت اللي برضو دخل في القصة طب هما اجلوا كاس مصر الحالي لوقت تاء يعني انت مفيش حاجة مرسومة صريحة واضحة احنا بناخدها على حسب الظروف النادي الاهلي كمل فيبقى كذا لا مش عارف ايه اللي حصل لا يعني يعني هو هنا بيقول ان فيه اتفاق ما بين النادي الاهلي والرابطة على المباريات الداخلية 3 ايام والخارجية 4 ايام عشان كده بيقولك انت يعني بلعب انا بلعب وكل حاجة بس ثم هنا يعني فترة زي اللي جاية انا محتاج فيه عندي مطش مصيري ومباراة زي اللي جاية مطش مصيري مع فريق ان انا هكمل انا ممثل مصر في بطولة الابطال اللي انا فيها دي مفيش حد تاني دلوقتي موجود زي برضو القصة اللي هي قبل موضوع ساندونز اللي رحنا لعبنا اللي مطش المقولين اللي كان في السكة كده في النص ايه المشكلة جماعة ان كان الفرقة تريح اسبوع وما انت بتأجل يعني انت بتأجل عموما زي مطش مصر ما انت اجلها طب انت ليه ما تأجلش في مهمة خومية الناس هتقف بعض الناس طبعا الجانب التاني هقولك لا انت بتلعب باسم النادي لا انا بتلعبش باسم مصر لا انا بلعب باسم مصر انا بلعب باسم مصر انا بلعب باسم مصر ولما بروح كاس عالم للاندية بلعب باسم مصر طبعا طبعا وكل الاندية فوتشر بلعب باسم مصر وبرامت بلعب باسم مصر يعني فلازم يبقى في مراعاة طالما انت تقدر ان انت تأجل حاجة شوية وبعدين ايه المشكلة لو اخرت شوية برد يعني نهيت البطولة المحلية متأخر شوية ويقالها علاج السنة اللي بعدها ما احنا قلنا الكلام ده من فترة كبيرة انه لازم يتغير النظام عشان نرجع الحال لتلت سنين او اربع سنين قبل كده بالنسبة لعدد الفرق المشاركة يعني في حاجات كتيرة بس الناس تفكر لانه هو مش اصرار على حاجة معينة ده بيرجع على الاندية وبالتالي وبعدين ترجع تقول اصل الكرة المصرية واصلي فيه تعصر التعصر ومش من الاندية يعني 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 دكفان النادي الاهلي هو اللي مشرف مصر في المحافل الدولية ومشرف مصر في بطولات افريقيا وماشي الحمد لله بخطة سابتة خلال السنين اللي فاتت انما الخلل ممكن يكون من حد تاني من الناس يعني الناس اللي بتدير الكرة المصرية بتمر بظروب صعبة ليه لان انت بتدعب كل يوم تلاتة مطشة فبالتالي الاندية اللي عليها العين اهلي زمالك في تشيرد بيراميدز هما دول الاندية اللي عليهم العين بيلعبوا في البطولة الافريقية وفي نفس الوقت عليهم العين بتلاقي مستوى لعبتهم اقل لانه من كتر الاجهاد الذهني وعصبي ونفسي وبدني بيفري جدا وفي نفس الوقت انت برضو ما عندكش الصفوف التانية والتالتة كمنتخبات ان انت كنت تقدر تعمل مستوىات كويسة لان برضو في خلل زي ما قلنا قبل كده في منظومة الناشئين كلها في مصر عشان كده وصلت منتخباتنا بتقع واحد ورا التاني ربي نسطر على اللي جاي وده مليون في المية بينعكس على المنتخب الكبير سواء دلوقتي او بعد كده لان المنتخب الكبير زي ما قلنا المجموعة دي مش هتفضل تلعب عشر سنين ولا خمس سنين لان في ناس عناصر كتيرة جدا جدا ممكن تبقى اخر بطولة بالنسبة لها كده وبتدي لازم الصف التاني اللي هو مين بقى الولمبي المنتخب الولمبي اللي هو المفروض الركزة الاساسية المنتخب مصر المنتخب اللي خرج وكان شكله وحش ده ما هو ما هو ده امل الكرة المصرية فانت اجيال كلها ورا بعدها وما بتحاولش تعمل ستوب وتوب ده بقى من تحت خلص انت برضو مصر انك ايه تلصم وخش منافسة وخش بطولة ابدأ اعمل ستوب كده تلت اربع خمس سنين على مستوى المنتخبات عشان تطلع ناس تكمل معاك عشر سنين يعني المنتخب الصغيرين دول بتوقع 2006 و2003 يعني دول اللي هكملوا معاك بعد كده هتبقى مرتاح وعندك صف كبير من العيبة ينفعك بعد كده انه ما انت ما بتعملش الكلام ده احنا بنلصم ونخرج وفيش حساب واللي بعده طب وبعدين فسيبوا بقى الاندية الكويسة اللي عندها منظومة بتشتغل ومنظومة ادارية نجحة وفنية نجحة وبتاخد بالاساليب العلمية في وسط المناخ اللي احنا فيه اللي هو فيه معوقات من الناس اللي بتدير كمان حتى المنظومة ومع ذلك احنا بنحاول ندير او مجلس دارة النادي الاهلي بيدير فريق النادي الاهلي وفريق الكرة في النادي الاهلي النادي الاهلي بطريقة يعني بنحاول نتماشى معه المعوقات اللي بتحصل والحمد الله ربنا يعني كرمنا والناية كويسة والدنيا ماشية وماشيين في اتجاهنا فلازم يبقى يبقى فيه مساعدة من الناس المسؤول عن الكرة في مصر في حاجات كتير الاسلام دي عايزة يعني عايز حلقاته حلقاته طيب كابتن حشيش بما اننا بنتكلم عن كرة القدم المصرية والمنتخبات عندنا المنتخب الاول عنده مباريات مهمة مع ملاوي وايضا المنتخب الاولمبي عنده مباراتين مهمين مع منتخب زنبي وبالتالي اولا ايه رأيك فيه اختيارات روي فيتوريا اه طبعا هو عمل حاجة الماتش اللي فات طبعا هو كان مع السودان روي فيتوريا الاول اه الاول المنتخب الكبير الاختيارات طبعا اختيارات كويسة هو طبعا يعني دلوقتي اعرف اللعيبة من خلال طبعا يعني مشاهدته لمبارات البطولة المحلية وبطولات طبعا افريقيا انا شايف ان اختيارات كويسة بس الاهم لان هو طبعا حتى لو فيه لعيب منه موسيقى ولا حاجة المجموعة دي المهمة هي هتعمل ايه المهمة احنا نشوف اداء عامل ازاي احنا برضو بنطمح لمنتخب مصر يا اسلام ان هو يبقى يعني مكسب واداء لان انت ما ازاي بقولك مشكلتنا ان احنا بس طب نعدي اداء فقط نعدي المباراة اللي جاية دي بتاعة انا عايزي عندي فريق ازا كان في يوم الايام عندي فريق ازا 2006 و 2008 و 2010 انت نازل اي بطولة انت فرحانك بتتفرج على منتخب مصر بالاداء واللعيبة وعلى فكرة برضو للناس المتشككة في وطنية النادي الاهلي اتفرج على جميع المسابقات او البطولات اللي دخلنا فيها واحرزنا فيها البطولة قوام الفرقة ازيد من سبعين تبنين في المية اساسيين من لعبة النادي الاهلي لو ستة و تمانية و عشرة لو هنعدهم في الملعب عاملين ازاي كاس عالم كان فيه كام لعيب من النادي الاهلي يعني النادي الاهلي خاص مشترك فيه البطولات اللي احرزتها مصر فمفيش تشكيك في الحتة دي اللي يتكلم يتكلم فيها طول ما النادي الاهلي مقولة اللي بتقول دايما طول ما النادي الاهلي كويس واقف على رجليه المنتخب الوطني الوطني واقف على رجليه وماشي كويس فانت كيان ناجح زي كيان النادي الاهلي بإدارته الكبيرة ما تحولش بقى تعمل عاقات اللي احنا بنشوفها من الخارج يعني طيب ده بالنسبة للمنتخب الاول بالنسبة للمنتخب الاولمبي ومباراة دي ينبالح مع منتخب جنوب السودان يعني الحمد لله الاداء جيد هو الاداء جيد بس طبعا النتيجة مش كويسة خبلك بدون لعبين كتير بس هو يعني لو تلاحظ انه عمل حاجة برضو كانت غريبة جدا نازل شوط التاني نازل 11 لعيب يعني دي كانت غريبة اوه يمكن هو حاجز جوف اكبر كم من اللعيب ويمكن ما عرفش هل دي اثرت على النتيجة لان طبعا تواضع فرقة السودان يعني كان المفروض يبقى فيه احراز هدف اكتر من كده لازال برضو فيه اخطاء دفاعية موجودة كتيرة جدا جدا اه المفروض بقى انه هو يصلح الاخطاء دي ويعالج الحاجات دي امتى ده المطش بعد بكر اللوم 22 ما هو غريبة انه يبقى اخر مطش اللي انت بتلعبه قبل المباراة ويبقى فيه كم الاخطاء ومش عنقول بقى ايه اصل الفرقة تانية نزل الشوط التانية ممكن يكون مش الاساسين لا هي حتى من البداية في الشوط الاولان كان فيه اخطاء اولا فيه اخطاء فيه الناحة الدفاعية وفي نفس الوقت برضو استغلال الفرص اللي برضو قافة موجودة في الكرة المصرية استغلال الفرص في التهديف عدم استغلالها يعني اه يعني عدم استغلال الفرص في التهديف دي اه الاخطاء دي يعني المحلزة تتعالج وتتعالج بسرعة جدا جدا هل هتلحق تعالج ولا مش هتلحق تعالج ولا هنبدأ تاني لقدر الله من اول السطر بمجموعة جديدة بجهاز جديد بقصة جديدة ويبقى كل همنا احنا خلال السنين اللي فاتت ان احنا ده ما فيش حد استمر اسلام في المنتخبات بيجي وقت شوية تحصل كذا حاجة يمشي ويجي اللي بعد وكذا بس الشكل العامل روي فيتوريا مثلا ان هو ماشي بشكل جيد حتى في الاوقات اللي ما بيبقاش ليش شغل فيها لا بيتكلم عن رئيس ما على رئيس لجنة ان هو يجيب رئيس لجنة حكام ان هو يجيب يعمل كذا مكتهد مكتهد صراحة انا عجبني جدا هو مكتهد جدا طبعا بقى دي خلي بالك ان لو واحد مكانه تاني مكتش خد كهربة صحيح خلي بالك انا بقولها بمنطقة صراحة اوه ممكن يعمل لها ميت حساب لكن ده ما عملش اللي الرجل تقلق فاخده بالضبط فدليل ان هو بيبص ما بيعملش حسابات لأي حاجة هو اللي كويس في الملعب وشايفه كويس يستاهل بيضمه اتمنى بس ده ينعكس على الملعب بقى ينعكس على الاداة يظهر بشكل جيد انا متأكد ان ده حيرجع على الطريقة وعلى النتيجة لان برضو انطرحت قابل فرقة برضو لها تاريخ واسم ويعني كل المباراة الافريقية كابتن وحالك مبقاش زي زمان بقى فرق تصنيف اصطو مش عارف تالت اصلي دي فرقة مبقاش تاريخ انا معاك بس حتى التصنيف القليل ما انت شفت انت الفترات اللي فاتت في التصفيات احنا كنا بنعاني ازاي من الفرق الصغيرة ده احنا مشكلتنا كانت مع الفرق الصغيرة هل ده ما كانش عاملين للفرق دي اعتبار فكان كل اللخبطة بالجنة من الفرق الصغيرة فلازم تتم بالصغير قبل الكبير لان الصغير لو ما قدتوش وعملت بنتيجة مش هتوصل للكبير يعني وبالتالي يعني من وجهة نظرك المنتخب الاول مع روي فيتوريا استطيع تخطي عقبة ملاوي ان شاء الله ان شاء الله انا يعني بتمنى ذلك عشان بقى يبقى فيه دفعة لان الفترة اللي فاتت الحقيقة كان فيه يعني انكسرات كتيرة في الكرة المصرية احنا عايزين بقى حاجة تبتدي يتفرح الناس شوية المنتخب الكبير اللي هو امل طبعا المصريين وطلبين منه وطمحين ونأمل منه حاجات كتير قوي وصلنا بقى زي الفرق اللي كانت صغيرة بايدة عن كاس العالم انها تبتدي بقى يعني مصر تخش كاس العالم تبقى قاسم مشترك في كاس العالم وما تخشش كده برضو هتروح تلعب في كاس العالم حلاش الفرق اعتقد صح اعتقد اه تأسيمة جديدة كده تأسيمة جديدة فانت هيبقى عدد كبير جدا مش ممكن يعني ما تروحش يعني احنا كل مرة بنقول فاكر ما كانت واحد اتنين تلاتة وبعدين خمسة وبعدين احنا برضو نفسنا بقى يعني نروح ونعدي نعدي خطوة زي الفرق زي ناجيريا وزي الكاميرون وزي الفرق اللي هي وصلت لأدوار بعد كده يعني احنا مش قل احنا المفروض ان احنا اساد افريقيا ومؤسسين للتحاد الافريقي واكتر منتخب في القارة واخد البطولات بطولة افريقيا امم افريقيا فلازم مصر بقى يعني وموجود عندنا دلوقتي صلاح وعندنا نني وعندنا وعندنا وان شاء الله طبعا يزيدوا المحترفين فبقى الاسم مسمع مسمع جامد يعني فان شاء الله بإذن الله يعني يبقى خير وتبقى بداية بداية فترة جديدة كويسة للمنتخب بيفرح الناس اداء ونتيجة ان شاء الله طيب اخيرا انا يا كابتن حشيش من وجهة نظرك كيف يمكن لكرة القدم المصري ان انا بس ان مستوى كرة القدم المصري حتى روي فيتوريا في مؤتمر الصحفي سؤل عن هذا الامر تقال له ان مستوى كرة المصرية سواء اهلي هم قالوا كده السؤال اهلي وزمالك وفوتشر وبيرميدز لوما الاندلة تلعب في الافيقيا مش ماشيين بشكل جيد فهتعمل ايه هرجع اقول مرة واثنين وثلاثة لازم يبقى فيه ناس موجودة بتخطط للكرة المصرية ما بتتخططش لبعد بكرة لازم تخطط لقدام شوية لقدام شوية ولازم القعدة القعدة يا جماعة قعدة الناشئين عايزين حلقات وحلقات وانا موجود في المنظومة وموجود ومسؤول عن القطاعات دي غلبنا كلام العناصر الاساسية اللي تطلع لعيبة كرة كويسة مش موجودة العناصر الاساسية اسلام عنصر زي عنصر الملاعب مفيش ملاعب مفيش بتلاقي مثلا حوالي خمستاشر فريب يلعبوا على ملاعب واحد أنا برعب أتفرج على أبني يا كابتن مش معقولة حاجة ناشئين تحت كام سنة مش عايز أقولك الناس بتتمرمط إزايش اللعيب الصغير بيخاف يعمل تاكلنج اللي حسن هيطلع مجلوط ويقعد في السرير ما عرفش قديه الولد حتى الصغير ثقته بنفسه في الكورة يلعب الكورة أبسط حاجة إسلام كانوا بيعلمونا زمان إيه وما يجيلك الكورة دي على الأرض دي لأن الأرض عاملة كده لازم يبص على الكورة وضمنها عاملها كده في الولد الصغير خلص حتة إن يبقى كاشف الملعب دي مش موجودة أنا بقولك على حاجة بسيطة يعني حاجة بسيطة جدا ودي حقيقة كت أنا بنت بنعب على طراب ما يباصي باصة غلط ويلاقي مدرب ما عندوش فكرة بره يقول له انت يا لعيبة كذا وكذا اللعيبة ما بتطلعش شخصية لعيب الكورة احنا ما تشوف دلوقتي اللعيبة بره عاملين ازاي شخص أهم من الكورة وأهم من المهارات هي شخصية اللعيب اللي بيستحمل الضغط ويتحمل للمنافسة وبالعب أرض المنافس وسط جمهور كبير انت ما فيش كلام ده كله كلام ده كله تايع عنك لا فيه جمهور ولا فيه ملعب عدل ومنظومة تحكيم زي ما انت عارف عاملة زي ده انت بص بتتكلم على الكبير انت ما دخلتش بقى في الصغيرين بتوع البراعم والنشئين وكلام ده فانت لازم وقفة كبيرة جدا وقفة ومشروع تتبنى الدولة كاملة وبقى فيه تنسيق في حاجات كتيرة جدا جدا عشان اللعيب يقدر يكمل استثمار في الناس اللي بتشتري فرق بيبقوا بعدين كل البعد عن كرة القدم وروح يشتري فرقتين من نادي واتفعله كذا عشان يجيب لعيبة ياخد منهم فلوس ويدخلهم قطاع الناشئين يتدوي المواتشات الناشئين بص موال كبير جدا بس ما حدش بيسمع ما حدش بيسمع احنا عندنا احصائيات وعندنا ارقام وعندنا عدد ملاعب وعندنا عدد حكام وعندنا حاجات كتيرة وتفاصيل كتيرة بس عايزين حد يسمع عايزين حد يسمع ان شاء الله قريبا جدا يا كابتل لو تسمحلي نقدر نعمل ونفتح هذا الأمر حتى لو على حلقات متعددة بالاسماء وبالاحصائيات وبالأرقام وبالعداد حتى لو ربع ساعة يوميا تمام نطلع نتكلم في هذا الأمر لأنه أمر مهم جدا 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 إن في الآخر أنا بعمل قاعدة نقدر نستفيد منها كنادي أهلي ومصر كلها تستفيد منها بس بره اللعيب 17-18 سنة بيلعب خلاص فرقة كبيرة تعيي انت هنا بيقعد لغاية 21 سنة وممكن يفضل في النادي بتاعه 21 سنة وماتخدش فيها كبير روح بقى يحتى يخبط يعمل يعني ما ينفعش يا جماعة ما هو اللعيب حتى كمان انت عشان تعرف اللعيب ده طريقه مكمل ولا الراجل ده حيبطل فيه لعيبة كتيرة جدا جدا بتقعد مثلا عشر سنين من البراعم لغاية مستوى الناشئين وبعد كده تلقى مشت راحت حتة تانية او بطلت كورة لان ما فيش اهتمام ما وصلش للمرحلة لتأهله طالما انا لعيب وخدت قراري ان انا هبقى لعيب كورة لان انا لما باخد قراري ان انا هكمل في الكورة بتأثر على كمان ناحية تانية تعليمية بالنسباني فلما بطل كورة وانا ملعبت الجارجة اولى اتكلمت كلام مهم جدا فيما يخص عدد الملاعب فيما يخص الحكام فيما يخص البراعم فيما يخص بما انه بما انه كمنطقة القاهرة عندك تفاصيل لهذه الامور اعتقد هتبقى الامور دي واضحة جدا لقدام الناس انت تكلمش بلاب ورق والقاهم لو جبت يا اسلام اكبر شخص بيدير مسابقات في العالم عشان يجي يدير مسابقات القاهرة مية وعشرة نادي ومركز شباب بالفرق دي كلها لان خلي بالك الاندية بيدخل في كله يعني مثلا سواء عنده لعيب كواسة او ما عندهش هو بيدخل في كله ففي حاجات كتيرة بقى ان شاء الله في مرات جاية ان شاء الله انا بشكرك جدا يا كابتن حشيش على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لنجل الكبير كابتن محمد حشيش هنطلع فاصل وبعد هذا فاصل الاساتفة الاستاذ محمود صابريو الاستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير